السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت انا عندي وسواس قهري في الدين وبدعالج خايفة من حساب ربنا واضح ان السؤال ده ده سؤال امرأة وهي دايما ان الوسواس القهري ده ممكن يصل الانسان الى حد جلد الذات ان حد يقعد يجلد نفسه يجلد نفسه يجلد نفسه ومن اكتر الحاجات اللي بيجلد فيها ان الانسان نفسه التعامل مع الدين فمثلا على سبيل المثال يجي مثلا هو عمل معصية فيفضل متوسوس فالوسواس يعمل ايه بقى يروح يخليه يفضل يتوضى مثلا ساعة او ساعة ونص او تفضل تختسل مثلا ساعتين تلاتة تفضل في الحمام ساعتين تلاتة عشان تختسل او الانسان يفضل عنده وسواس ان هو بيقول كلام مش كويس عن ربنا ويحس ان هو الافكار دي هتخليه يخرج من الدين او ان الافكار دي هتخليه يحس ان ايمانه ضاع ده بيحصل يا بيحصل كتير اوي طب الشخص ده ماله الشخص ده هت معلوش حاجة لان الوسواس ده تسميه هي سيدي الوسواس القاهري وحضر القاهري يعني ايه بيقهر ارادة الانسان يبقى هو مش عايز يفكر في الافكار دي الافكار دي تجيله غزبا عنه طب بتجيله ليه لان فيه في عقل الانسان بعض المواد لما بتكون بشكل متزن بتخلي الفكرة تيجي عند حد معين وتقف لما يحصل اضطراب في هذه المواد في عقل الانسان تفضل الفكرة دي تلف 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 ما تقفش ويفضل بعد كده الفكرة دي مش بس تلف تلف وتتسع فيحصل او هناك الوسواس القاهري يفضل يستمر ويتسع 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 لغاية ما يلتهم حياة الانسان كلها وافكاره كلها هنا بقى يظهر بقى رحمة حضرة النبي اللي ربنا اكرمنا به اخر كرم لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهه عليه فده وسواس اسم وسواس ايه طهري يعني الانسان مكروه عليه او ان هو في بقى في رواية تانية في الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما حدست به نفسها يبقى ايه اللي حاصل لو ما كانش ده من باب القاهر فهو من باب ايه حديث النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتجاوز عنه يبقى في كلا الحالتين الوسواس القاهري ده مش ما تخفيش منه ان هو ربنا يحاسبك عليه خالص لكن الواجب عليك ان انت تروحي تتعالجي مع الاطباء عشان نتخلص من الوسواس القاهري ده عندنا تلات حاجات ناخد الادواء بتاعتنا في موعدها وفي شكل منتظم الحاجة التانية كمان محتاجين ان احنا نذكر الله سبحانه وتعالى ومحتاجين نغير برنامج حياتنا لو عملنا ده هنتعالج ويبقى حالنا احسن مع التعامل مع الوسواس القاهري يبقى تلات حاجات اولا نتعملهم عشان نتعالج الوسواس القاهري اول حاجة ببساطة خالص نخرج من الوسواس القاهري ده ولا نلتفت اليه ولا نقف معه ولا نعد نقشه خالص ولا يكنه موجود تاني حاجة الذكر تالت حاجة ان انا غير برنامج حياتي عشان ما يبقاش الوسواس القاهري عنده بيئة خصبة يفضل يأكل في نفسي من هذا الوسواس نعم لكن انت هتحاسبي على ده ان شاء الله لا ان شاء الله مش هتحاسبي على الاشياء التي تكون تحت طائلة الوسواس القاهري اما لان دوت قاه فانت حصل اكراه عليه او لان هذا الوسواس شكل من اشكال حديث النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى رفع اسمه عن الانسان